ضربة قاسية تلقاها الجيش السوري في إدلب شمال غرب البلاد جيش الفتح تمكن من السيطرة على معسكر المصطومة أكبر قاعدة عسكرية في المحافظة ويضم معسكر المصطومة معدات ثقيلة وذخائر وكميات كبيرة من السلاح ولم يبقى لدمشق تواجد نوعي في محافظة إدلب إلا في مدينة أريحة الواقعة على بعد سبعة كيلومترات من المصطومة ومطار أبو الظهور العسكري الواقع جنوب غرب إدلب وتشهد مدينة أريحة اشتباكات عنيفة وتلقى الجيش السوري خلال الأسابيع الأخيرة سلسلة ضربات في إدلب بخسارته مركز المحافظة ثم مدينة جسر الشغور الاستراتيجية ومعسكر القرميد ولا يزال نحو 150 جنديا سوريا محاصرين في المستشفى الوطني في جسر الشغور